اشتركوا في القناة واحد وثلاثين بدأها المهندس عدلي بداية فلسفية خير يا أستاذ إبراهيم المدهش جدا الناس خايفة من كورونا اه الحقيقة الكورونا هو أخلقنا أو أخلق البعض مننا اه كورونا دي كلها شوائحة لأودواها وحيج الحر ياخد عليها اه واخد بالك وحنعرفها لكن ما يفعله تجار الكراهية انهم يصلوا انه يتجروا يعني في حاجة جديدة اسمها تجارة الكراهية أستاذ إبراهيم تنافس هائل سواء من بعض الأهلوية المجروحين أو من بعض أو من بعض الزملكوية المتلهفين على غزو عقول معينة بيسعدها ان تسمع هذا التفسير وهذا حتى لو كان مدركين انه غير حقيقي لكن هي فيه تجارة كيف تكره الأهل لتستفيد كلما كرهت الأهل وعبرت عن هذا كلما زادت الفائدة هو صدفة ان بعض الناس اللي تصورناهم في مكانة معينة يتجروا على مشاعر الجماهير والدولهم اللي عايزين يسمعوه دلوقتي اللي بقاله خمسين سنة ما كتبش هذا الكلام يكتبه قدام النجوم بعضهم اللي كان في الأهل ومشي عايزي عايزي باين انه هو كان ضحية وعايزي باين دي تفاصيل كتير حنتكلم فيها دي تفاصيل مهمة جدا كورونا الأخلاق هي الأخطر والله حلوة 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 ده فيروس خطير فيروس الكراهية ده فيروس خطير جدا اشتركوا في القناة